السلام عليكم شباب رجاء لكم فيديو جديد وهالمرة عندنا هاي اللابتوب اللينوفو اللي موديلها ظاهر امامكم اللي هي اللينوفو جي خمسين ثلاثين هاي اللابتوب جتني على انه نحط لها اس اس دي هذا الاس اس دي ونحط لها رام اربعة طبعا اللي كان عليها رام اثنين جيجا بايت فخليت اربعة بدل الاثنين وخليت لها اس اس دي مكان هذا الهارد العادي فاجأت نصب لها ويندوز خلي شوفكم اريد نصب لها ويندوز اه عشرة اربعة وستين بيت فهذا الفلاش الخاص باليو اي اف اي راح اربطه وحاول ابوت من الفلاش فاخلي نطبع الاعدادات البيوز ونعملها يو اي اف اي حاليا انا بداخل اعدادات البيوز خلينا نروح قائمه بوت هنا we immune get password معسق نعملها ونقوم راح عدداء مختلفه حاليا الاعدادات مل بايوز هي uefi فخليوت نعمل الgewն بها اعرف اذا ابن لنا نقوم inicialören function f10 نرمج ذاتة اعرف الاعدادات ونعمل الوزن مскую الوزن مختلفة اربعة وستين بيت هل غدرت في ال lockdown اصابتفلها نعمل Technical Space وحالياً رح تبدي نافذة الأعدادات الأساسية الخاصة بالويندوز ديت الواجهة للتنصيب حالياً أريد أنتقل أو أريد أتحكم بالخيارات ولكن الحاسبة فقدت الاتصال بالكيبورد والتوتش باد وحتى الماوس الخارجي ما ممكن أنه يتحكم بالنافذة الخاصة بالتنصيب وبهذه الطريقة ما رح نقدر ننصب الويندوز بأي شكل من الأشكال مثل ما شوفون طبعاً ممكن شخص يتبادر إلى ذهني يقول لي هاي مشكلة بالويندوز أقول لك على عيني وراسي رح أطفكي الكمبيوتر بشكل كامل حالياً خلي نبوت من اللاقاسي أو البوت الاعتيادي القديم حالياً لدي نظام الان بي ار حالياً مربوط داخل مربوط على الحاسبة خلي نغير الأعدادات مع البايز أيضاً أو نوع البوت يجاني زبون ثواني أي شباب حالياً خلينا الفلاش الخاص بالمبر ونجي نحول الإعدادات مع البايز من اللاقاسي سببورت بهذا الشكل ونقل لها F10 وأنتر ونجي على F12 حتى ندخل إلى البوت منيو نخلنا على البوت منيو حالياً نجي نبوت من الفلاش وبلش عندنا الإقلاع بهذا الشكل نختار أربعة 60 بيت مثل ما تشوفون يجاني زبون آخر كماني ومثل ما تشوفون شباب حتى في محاولة تنصيب النظام اللاقاسي أيضاً صار عندنا مشكلة وعدنا هذا الخطأ ظهر إذا قلنا لها تمام حالياً أو أوكي ما رح يستجيب لأنه الكيبورد والماوس بشكل كامل تجمد عن العمل فنطفي الكمبيتر بشكل كامل زين سيف شون الحال؟ الحال أعتقد إذا نصبنا لها 32 بيت وممكن أنه تقبل خلي نجرب على 32 بيت حالياً توشيبا اللي هو الفلاش ما التي رح أبوت من عندها وأختار 32 بيت مثل ما شوفون حتى بر 32 بيت ما ذا جاي تدعم زين شلون الحال رح أقول لك شن الحال رح أنطفي الكمبيتر رح أرجع أربط الهارد القديم وشغلك الويندوز القديم وشوفك شنو الأحد الحلول اللي ممكن نسويها رح أنزع الفلاش وأجي أنزع شاحن وأخلي بدل الهارد اللي خليناه الاس اس دي رح أرجع أربط الهارد القديم الخاص بالكمبيتر نفسه وشغلها حالياً الهارد اللي عليها هو الهارد القديم اللي عليها ويندوز شغال أصلاً رح نجي نشغل الكمبيتر بهذا الشكل مثل ما شوفون الويندوز أقلع فتح الويندوز اللي عليها مثل ما تشوفون شباب ولكن يعني الويندوز اللي عليها هو ويندوز سبعة ومثل ما شوفون إذا فتنا على الخواص ما لا رح نشوفها 32 بيت هذا الويندوز آني ما يخدمني بأي شكل من الأشكال ولا يخدم صاحبها لأن صاحبها يريدها تشتغل ويندوز 10 الاربعة وستين بيت فالحال شنو نجي على المتصفح وننزل التحديث الخاص بالبيوز لهذا الجهاز رح ننصب الاصدار الأخير من البيوز المدعوم أو الداعم لهذا الموديل رح نجي بمحرك البحث نكتب التالي نكتب لينوفو G5030 بايوز رح ندخل هنا نشوف اللي يطلع لك فيديوهات وغيرها هنا لينوفو كثير ما شوفون مسوية سببورت لهذا الموديل فندوس على السببورت الخاص من شركة لينوفو رح نجي نشوف أنه أنطاني دعم للي هو الخمسين ثلاثين للموديل مع هاي اللابتوب هاي الخمسين ثلاثين وهاي البايوزات اللي موجودة داخل موقع الشركة أو التحديثات الخاصة بالبيوز هنا عندك بايوز أبديت فور ويندوز سبعة ثانية وتلاثين بيت وهنا عندك ويندوز بايوز أبديت فور ويندوز سبعة أربعة وستين وثمانية الثمانية اللي هو الاربعة ستين اللي احتاجه لنظامي الحالي هو الويندوز ابديت لي ويندوز سبعة اثنين وثلاثين بتاعة راح نزل هذا الملف انا نزلت خزنت عندي فما راح نزل مرة اخرى مجرد انه تضغط هنا راح يقوم بتنزيله مثل ما تشوفه هنا اه نزلت مرة اخرى خليكون نجد نقوله اه فتح راح نشوفه هنا هذا الملف الخاص بالبايز راح ندوس كليك يمين عليه ونقول له تنصيب كمدير او تنصيب كادمن شنو اللي عندك الويندوز او نوعه العموم هنا هذا المعالج الخاص بتنصيب البايز مثل ما يشوفون يقول لي البايز الحالي هو الموديل مالتا هذا اللي هو اي سبعة سي ان اربعين دبليو دبليو والحاليين التحديث النيو بايز اللي هو اي سبعة سي ان ثمانية واربعين دبليو دبليو يعني اكو فرق شبير بين النسخة القديمة والنسخة اللي راح لنزلناها من الشركة ناشي يقول لي حذرني يقول لي انطيني بعض التعليمات من ضمنها لطف في الكمبيوتر وغيره وغيره من الامور اقول له تمام راح نشوف انه راح يبدي معالجة تثبيت يقوم بعملية تنصيب الويندوز الحديث ولكن راح تواجهني مشكلة مثل ما يشوفون خليكم تابعين نا بدأ عملية تحديث الويندوز ومثل ما شوفون بدأ حرق الويندوز الحديث مدى بدار الويندوز القديم نا يقول لي دونت رموف ذا اي سي بور وجاي يحرق البايز القديم طبعا بالبداية صار عندي مشكلة طبعا اطاني ايرور لانه البطارية كانت مستوى الشحن ماتها ضعيف حبيت شوفكم ياهب ولكن حاليا كملوا اياه لانه البطارية انشحنت اثناء تسجيل الفيديو فكملوا اياه حاليا جاي يحرق البايز اللي هو الان 48 بدال البايز الان اربعين خليكمل التحديث احرص طبعا انك تكون البطارية مليانة ويكون الشاحن مربوط على الكمبيوتر حتى يتم العملية بنجاح لو كان مستوى البطارية قليل ضعيف او كانت البطارية تالفة ما راح يتم العملية راح ينطيق خطأ تمنيت اشوفك الخطأ ولكن اتأخرت بالشرح فالبطارية انتلت نوعا ما خاف تواجهك مشكلة يقول لك البطارية مستواها ضعيف مدري ايش فانت اعرف انه السبب هو البطارية فحاليا البطارية انتلت شوية فشوف مثل ما شوف قام بعملية شحن البايز الجديد وقام بعملية الفريفاي او التأكد من سلامته فحاليا ندوس اسكيب اه راح يطفى الكمبيوتر مثل ما شوفون مفروض يرجع يشتغل مرة ثانية الحالة هنا تشيك ميديا هنا جا يريد اه بوت او الديفايز ما جا يلقى البوت فانطف في الكمبيوتر راح نرجع شنسوي نرجع نربط الاس اس دي ونحاول ننصب الويندوز عشرة مرة اخرى ننتظر الهارد القديم نتزعنا نجي نربط محلة الهارد الجديد بهذا الشكل نربط الفلاش مع البوتابول ونجي نقلع من الفلاش مرة اخرى عن طريق الاف 12 والفونكشن طبعا نطاني خيارات اللي ممكن ان يقلع منها الهارد فنجي الخيار الاول اللاقاسي ونفوت عليه عذرا مو اللاقاسي اليفاي ونختار الاربعة ستين بيت خلينشوف هالمرة راح يسردنا اشكالات ولا لا بعد تحديث البيز خلينا نرسلت ونفتع على عدالات البيز نتأكد من ضبط عدالات البيز بشكل صحيح فانكشن افتون فتنا على عدالات البيز نجي على قائمة البوت البوت مود هنا لا قاسي سيبورت ما نريد ان نقللي الفاست بوت عوفا نطفي خلاص في هذا الشكل اللان ما نحتاجه نطفي خلاص ما نحتاج اه امور اضافية فانكشن اف عاشرة خزن الاعدادات ونروح الاسا نبوت مرة اخرى من طريقة الافت ما عاش نبوت من الفلاش ونختار اربعة ستين بيت مثل ما شوفون شباب بعد تحديث البيز قام بتدعم التاشباد والكيبورد ايضا اشتغل مثل ما شوفون حاليا كيبورد شغل ماوس شغل التاشباد شغل فنجي نبلش بتنصيب الويندوز ونشوف يتواجه هنا مشاكل اخرى او لا نقل ليس لدي مفتاح ترخيص نجي نختار الويندوز هوم سينجل لانجوج اربعة ستين بتلاقي اكون ما راح اشرح لك تنصيب الويندوز لان تنصيب الويندوز مشروح الويندوز 11 والويندوز 10 موجود على القناة تقدر ترجع للقناة وتشوف الفيديوهات الخاصة بتنصيب الانظمة اللي هما الويندوز 10 والويندوز 11 راح اجي ابلش مباشرة بتنصيب الويندوز بهذا الشكل هدفنا انه انحل هاي المشكل اللي كانت موجودة ومثل ما شوفون شرع بتنصيب الويندوز بشكل طبيعي بدون اي مشاكل بينما كان قبل ما انحدث البايوز يجمد وما ينطيني اي خيارات للتحكم بالكيبورد والتتشباد والمحتى الموتر الخارجي يتوقف عن العمل طبعا ملاحظة اخيرة قبل ما انهي الفيديو الخلاصة من الفيديو كانت هو انه هاي اللابتوبات اذا كان اصدارات البايوز ماتها غير محدثة وقديمة ما راح تقدر تنصب الويندوز 10 ال64 بيت ولا حتى ال8 ال64 بيت ولا حتى ال32 بيت من النظمة الحديثة راح يتاح لك فقط تنصيب الويندوز 7 ال32 بيت على هذه الحاسبات لانه تجي بمعالج السليرون ورامات 2 جيجا فبما انه كانتها ضعيفة فالبايوز مصمم للعمل مع الويندوز 7 ال32 بيت فحتى تنصب ويندوز 10 ال64 بيت لازم يكون عندك النسخة او الاصدار الاخير من البايوز وكيفية تحديث البايوز التتم عن طريق انه تنصب ويندوز 7 ال32 بيت على الكمبيوتر مارتك اذا كان ما منصب اصلا نصب ويندوز 32 بيت عن طريقة تحدث البايوز وتنصب الاصدار الاخير مثل ما شرحت لكم بداية الفيديو بعد تحديث البايوز بامكانك تنصيبك جميع النسخ والاصدارات الخاصة بالويندوز بقاعدنا احتمال اخير ما ذكرت اخوان انه في حالة لو كان عندك البطارية تالفة ما رح تقدر تحدث البايوز فشنو التصرف التصرف عن طريق انتزاع البورد وعملية القيام بعملية تشحن البايوز عن طريق المبرمجة هذا الخطوة متقدمة شوية ما رح يقدر يسويها اي فن اعتيادي لازم يكون عنده مبرمجة عن طريق المبرمجة تنزل الاصدار الخير من البايوز وتقوم باعادة شحنه على البايوز وطبعا مذكور عندنا بالقناة ايضا باكثر من فيديو كيفيت اعادة شحن فلاشة البايوز بالاصدارات المتعددة اللي موجودة على انترنت تحمل الاصدار تحمل الاصدار الاخير الخاص بالمدربورد اللي راح تنتزعها وعن طريقة تقوم بتنزيل النسخة الاخيرة او نسخة حديثة من البايوز وتفلشها او تقوم بعملية اه يعني عملت تعملها فلاشنج على الشريحة من البايوز الخاصة بالموديل وبعدها راح يشتغل عندك بشكل طبيعي هاي الطرق اللي يعني كل الاحتمالات غطيناها الخاصة بهذا الموديل يعني اذا البطارية سليمة وعندك نظام انت قديم عن طريق النظام القديم حدث البايوز قبل ما تنصب الويندوز عشرة في حالة اذا طورت الكمبيوتر او حبيت انه مثلا الزيد الرام والزيد تحطر هي اس اس دي تستخدم ويندوز عشرة الاحتمال الثاني انه يكون اصلا النظام ما عندك فتقوم بتنصب ويندوز سبعة ثانية وثلاثين بيت حتى يكون وسيط بينك وبين العشرة عن طريق النظام الوسيط اللي هو سبعة ثانية وثلاثين بيت تقوم بتحديث البايوز الخاص بهذا الكمبيوتر بعد ما تحدث البايوز راح ايضا تقدر تنصب ويندوز عشرة ولكن في حالة اذا كانت البطارية تالفة ما راح تقدر تحدث البايوز بهذه الحالة تحتاج انه تنتزع الماذربورد وتقوم بعملية شحن للبايوز باصدار حديث حتى تقدر بعدها تنصب الويندوز عشرة بكل سلاسة بدون اي مشاكل هذا كل شي اللي عندي بفيديو اليوم اتمنى يكون الفيديو عجبكم اذا عجبكم الفيديو لا تنسونا بالعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد كاموا ياكم سيفقد دايما قانت قداويتك في امان الله شباب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة